ينضم إلينا ويحاول يعني يساعدني في هذا العرض اللي لم يكن له اليد الأعلى والطولة والأوقع والأكثر تأثيراً لأنه هو اللي موجود هناك على الأرض في شرم الشيخ زميلي وصديق العزيز يوسف عبدين موفة التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ زاكي يوسف زاكي يوسف مساء الخير عليك أخبارك يا كرفتاتك أقول إيه أقول إيه حبيب دوسة جوة ضمتنا مع المئة وعشرين رئيسه وزعيم فخلاص بص يا يوسف إحنا النهاردة في اليوم الخامس من الأيام الموضوعية يعني كان فيه يومين شق رئاسي في الأول ودلوقتي ده خامس يوم من الأيام الموضوعية أيام موضوعية يعني كل يوم بيناقش أو بيتناول ملف معين أو موضوع معين ترتيب الموضوعات أو تنسقها مع بعض هنلاقي أن كل الموضوعات تقريبا بتشترك في هدف واحد وهو دفع الجهود للتكاتف لدعم الدول الأقل نموا والأكثر تضرورا النهاردة كان نصيب يوم التكيف والزراع الزراع يوسف اللي هي بتأدي إلى حياة خضراء الزراع اللي هي بتأدي إلى رئة الأرض تتنفس من تاني بعدما كانت أو كادت تحترق من الإمبعاثات الحرارية اللي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى أو الكينات الصناعية الكبيرة يمكن في مقدمتك يوسف أشارت إلى المنح أو المساعدات أو مصر بتكلم باسم القرى الأفريقية لأن التأكيد هنا في المؤتمر وفي قمة 27 قمة التنفيذ والتخلي عن مسألة مجرد وعود والانتقال إلى التنفيذ الفعلي يعني ترجم فعلا على مدار الأيام الماضية من خلال الجلسات المنقشات اللي تمت ما بين الوزراء والمفاوضين والمشاركين جميعا في القمة من بارة تحديد أن يوسف كان الحديث عن مسألة التكيف يعني كان في المؤتمر أو الجلسة المشتركة ما بين وزير الخارجية سامح شوكري والمبعوث الأمريكي جون كيري حوالين مسألة التكيف وأن الدول الأفريقية هي أقل تسببا في الانبعاثات الحرارية والأكثر تضررا من هنا كان مهم جدا أن الدول الكبرى تعمل على دفع الجهود الجهود التمويلية مسألة التكيف نصبها في التمويل يا يوسف منخفض جدا يعني لو أسمنا التمويل للنسبة مئوية هنلاقي التخفيف اللي هو مسؤول عنه الدول الكبرى 80% والتكيف اللي بتعاني منه قررتنا قرأة الأفريقية والدول النامية جميعا 20% فقط النهاردة يوم التكيف والزراعة إزاي نقدر أولا نزرع محاصيل قادرة أن هي تواجه التغيير المناخي المسألة ما عادتش دلوقتي مقتصرة على أنك تزرع بس أو أنك تواجه التغييرات المناخية اللي هي بيبقى فيها فائضانات بيبقى فيها حرائق غابات بيبقى فيها جفاف وندرة في المياه لا الموضوع تحول بعد كمان للحديث عن زراعة محاصيل قادرة على مواجهة التغييرات المناخية من باب التكيف أيضا وده بينقنا لموضوع تاني وكان يوم اللي هو يوم البحث العلمي كان من يومين إن هو إزاي التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي يساهم في عملية تطوير الزراعة في مسألة إنتاج محاصيل زراعية قادرة على مواجهة التكيف زمان يا يوسف لما كان في فصل الصيف الحرارة بتشتد كان فيه محاصيل جتير بتتأثر عندنا لمصر والناس كلها فهمة ده دلوقتي الموضوع أصبح مش مجرد زيادة في درجة الحرارة بتحصل يوم أو يومين فيه درجة حرارة الكوكب كلها بتزيد والسعي دلوقتي لأن هي ما تزيدش عن درجة ونص فيه كلام وفيه إحصائيات من منظمة الفاو اللي هي مشاركة بشكل رئيسي فيه جلسات النهاردة وعلى مدار الأيام الماضية إن لحد 2050 لو ما تمش مواجهة التغير المناخي أو التكيف بالمعنى الصحيح وأيضا تخفيف الأصار وتخفيف الانبعاسات الحرارية والكربون المحصول الزراعي أو العائد الزراعي هينخفض من نسبة من 7% لـ 30% يعني لو اعتبرنا أنه هو هيفضل ثابت لا ده هو هينزل ما بين 7% لـ 30% طيب لو تم بالفعل إدارة المياه وإدارة الزراعة بالمستوى المطلوب هيتم تحسين العائد الزراعي من 6% لـ 15% بحلول عام 2050 منظمة الفاو كمان أعلنت لو هنتكلم بالأرقام لأن انت بدأت حديثك عن مسألة الأرقام خلينا نتكلم أنه هو من 2002 لحد النهاردة تم دعم قطاع الزراعة بحوالي 122 مليار دولار صغار المزارعين حصلوا فقط على 5% من قيمة الدعم ده والأرقام طبعا بتتضاءل ربما الموضوع والأرقام تخض والناس ما تبقاش مستوعبة تماما الحديث بالأرقام لكن هي مسألة علمية بحتة احنا ما بنقدرش نعرف الأضرار بتحصل إزاي ولا إلا هيحصل بكرة من غير من خلال العلم النهاردة الوزارة الزراعة أو مجال الزراعة ومجال البحث العلمي والطرف الثالث اللي هو كل المشاركين تقريبا كانوا بيأكدوا عليه في معظم الأيام وفي معظم الجلسات هي ضرورة مشاركة القطاع الخاص ويمكن ده اللي أشار إليه سيد الرئيس في كلمته الافتتاحية أنه كان بيشجع القطاع الخاص لأن الاستثمار بعد كده فيه الطاقة النظيفة والمتجددة لعائد وعائد قوي جدا سواء سياسيا واقتصاديا أو حتى مجتمعيا لو دخلنا في تفاصيل اليوم تحديدا النهاردة عشان الموضوع ما يوسعش مننا يا يوسف هنتكلم عن مبادرات كتير تم إطلاقها النهاردة في مبادرة حياة كريمة في أفريقيا واللي هي بتتضمن 30% من القرى الأكثر فقرا في القرى الأفريقية وده مساعي مصرية صميمة يا يوسف لأن مصر في كل جلسة وفي كل مكان بتتكلم عن مصلحة القرى الأفريقية تحديدا في المقام الأول أنا مش عاوزة فرملك يا يوسف تم النهاردة مبادرة اسمها التغير المناخي مش عاوزة فرملك حياة كريمة في أفريقيا ده جد؟ لا ما تسيبنيش في الحتة دي كده لوحدي أعزل 30% لحد 2030 30% لحد 2030 دي مبادرة مصرية للعمل داخل أفريقيا يعني اديني عنها شوية لمحات حلوة كده؟ زي مصر بتتكلم أن المجتمع الدولي لازم يساعد القرى الأفريقية ويوفي بيوعودها تجاهه المبادرة دي هي تقدر تقول تنظيم لمسألة الدعم أو هيكلة أو جعل الدعم في شكل مؤسسي التجربة المصرية في حياة كريمة اللي هي اهتمت بيه تطوير القرى المصرية والريف المصري لما تتنقل لأفريقيا بدعم دولي مكسف هنقدر نحسن حياة الشعوب الأفريقية الأكثر فقرا بنسبة 30% لحد 2030 ربما التجربة المصرية هتكون ملهمة في المجال ده يوسف جدا لأن احنا نجحنا بواجه كبير لحد دلوقتي فيه تجربتنا في مصر فدي كانت مبادرة من المبادرات المهمة جدا اللي تم إطلاقها النهاردة بجالي مبادرات تانية كتير لأن الحد كده أنا تمام يوسف ما يتشبعش منك وللأنق عنوان اسمه يوسف عبدين نورتنا يا يوسف واستأذنك يعني أولا أخليني أشكرك جدا 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 زميلي يا صديق العزيز يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري إلى شرم الشيخ